نوصل بقية أخبار النشرة من أقصى جنوب المملكة وتحديدا من المركز الحدودي القرقرات حيث حجزت مصالح الجمارك أزيد من 250 ألف من الطوابع الإدارية من فئة 20 درهم من رجال الجمارك بالمركز تمكنوا خلال عملية تفتيش بواسطة من إيقاف شاحنة كبيرة مخزنة بها الطوابع مزورة وصلت أو فاقت قيمتها الإجمالية 5 ملايين درهم محمد التروزي أكثر من 5 ملايين درهم قيمة الطوابع الجبائية من فئة 20 درهم مزورة تم حجزها بالمنطقة الحدودية القرقرات جمارك تمكنوا بعد مرور إحدى الشاحنات بجهاز الفحص بالأشعة والمعاينة اليدوية بعد ذلك من اكتشاف الطوابع الجبائية مزورة ومخبأ بإحكام داخل أوراق تلفيف كرطونية قمنا بتمرير شاحنة من جهاز سكانير الذي أصفر عنها وجود ثلاث صناديق كرطونية في الحوية ديالها فملق قلبها الأعوان ديالجامارك لقوا في الداخل ديالها كرطونات معدة لتعليب لشال وفي فص منهم كانوا هذه البطاقات ديالتشيبائية تبينا بأن ذلك الكرطون غير عادي وبتالي عند تفتيش وتمحيس لقينا بأنه فعلا يحتوي على أوراق تحتوي على طوابع مخزانية عملية تهريب تب الكشف عنها إذن وإيقاف شخص واحد إلى حدود ميلاد في انتظار ما ستصفر عنه مجريات التحقيق في الجريمة والتي تبين الأدوار الهم والمهمة في الآن نفسه لإدارة الجمارك والتي تعد من أهم الصمامات حماية المواطن في كل ما يستهلكه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر